هزات أرضية وزلازل متتالية ما بين الشرق والغرب تحدث عن بعضها العالم الهولندي تواصل ضرب الأرض بقوة حيث ارتجفت معها القلوب وفر السكان هاربين بحثا عن الأمن والنجاة لتستقر أنفاسهم ويطمئنون على أرواحهم التي بين جنباتهم آخرها منذ ساعات حيث عاش سكان جزر المحيط الهادئ أسوأ كوابيسهم ماذا حدث على حفة حلقة النار على مدار الساعات الأخيرة تتعرض الأرض لموجة زلزالية كبيرة لا سيما على أحزمة الزلازل سواء حزام النار أو الحزام الألبي أما بين البحر المتوسط والمحيط الهادئ تحتز الأرض بقوة فبعد زلزالي مصر وتركيا وتبعاتهما على سوريا استعرى حزام النار ماذا يحدث في المحيط الهادئ سجلت جزر تونغا بجنوب المحيط الهادئ حزة أرضية ضخمة بقوة 5 درجات ونصف الدرجة على مقياس على عمق عشرة كيلومترات ليكون أحدث زلزال في المملكة المكونة من مجموعة جزر يصل عددها إلى 176 جزيرة متناثرة في جنوب المحيط الهادئ حيث تشهد الجزيرة خلال الأسبوع والأشهر الأخيرة نشاطا متزايدا من الحزات الأرضية والزلازل والتي أثرت بشكل كبير على حياة السكان حيث أصبح شعور الترقب للخطر القادم من تحت أقدامهم هو الشعور السائد بين سكان الجزر المأهولة من المملكة التي تقع على أحد أخطر أحزمة الزلازل وهو حزام النار وفي نفس الوقت على جزيرة أخرى تقع على حزام النار احتزت الأرض بقوة حيث ضرب زلزال ضخم بقوة 6 درجات و14 درجة على مقياس رختر قبالة سواح الجمهورية فانو آتو وهي دولة جزيرية في جنوب المحيط الهادئ وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على عمق 10 كم تحت الأرض وكان المعهد الجيولوجي البريطاني قد أكد في دراسة له أنه يمكن أن تحدث الزلازل بأي مكان في العالم ولكن يوجد بعض الأماكن هي الأخطر والأكثر تعرضا للزلازل وهي أحزمة الزلازل وأكد المعهد أن منطقة حزام النار هي الأكثر خطورة والأكثر نشاطا في العالم من الناحيتين الزلزالية والبركانية حيث يحدث بها أكثر من 80% من الزلازل الكبيرة وتقع حول أطراف المحيط الهادئ ومن بين أحزمة الزلازل الخطيرة من حيث النشاط الزلزالي يوجد أيضا الحزام الألبي وأيضا حزام منتصف الأطلسي وتشهد الأرض نشاطا زلزاليا خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة منذ الزلزال التركي المدمري في السادس من فبراير شباط الماضي والذي تسبب في رحيل نحو 50 ألف شخص حيث كان بمثابة الإشارات التي حركت الصفائح الأرضية وجعلتها في حالة طوارئ باستبرار وتصعدت وتيرة تلك الزلازل خلال الأسبوع الأخيرة مع ترقب للعلماء لعلماء الزلازل لا سيما أنه يتوقع حدوث عدد من الزلازل الأسطورية سواء في خليج العقبة أو اسطنبول أو ألاسكا وكان العالم الهولندي فرانك هوغربيتس قد تحدث في تغريدة له عن جنوح كهرومغناطيسي سواء على الأرض أو في الغلاف الجوي يتأسبب في زيادة الضغط على القشرة الأرضية وبالتالي زيادة النشاط الزلزالية فهل تتطور قوة الزلازل إلى الأسوأ؟ نهاية المباشر صلى الله الجميع في أمان الله شكرا للمشاهدة